مشاهدين الكرام في مصر وفي كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإليكم هذه التغطية الإخبارية من مباشر 24 أقدمها لحضراتكم أنا رائد حاكم فأهلا بكم يبدو أن العلاقة الباردة التي استمرت منذ 2013 ولمدة عشر سنوات بين تركيا ومصر في طريقها لأن تكون أكثر دفئا بعد خطوات متتابعة من جانب الدولتين فبعد مفاوضات فاشلة استمرت لأشهر طويلة وانقطاع التفاوض كان كأس العالم هو كلمة السر التي قربت العلاقات عندما التقى الرئيس المصرية بنظيره التركي ثم تسارعت الخطوات حتى تضامنت مصر مع تركيا بشكل كبير خلال الزلزال وأرسلت المساعدات بالإضافة إلى زيارة أكبر عضو في الدبلوماسية المصرية وهو وزير الخارجية سامح شكري إلى أنقرة ليتبقى خطوة واحدة على استعادة كامل العلاقات هي تحديد موعد زيارة أردغان إلى العاصمة المصرية فمتى يصل الرئيس التركي إلى القاهرة؟ وإلى التفاصيل مع الزلزال الذي ضرب تركيا بقوة 7.8 درجة على مقياس رختر فجرى الاثنين السادس من فبراير الماضي بمنطقة كهرمان مرعش وجدت تركيا التضامن من العديد من دول العالم وكان من بين تلك الدول جمهورية مصر العربية التي قدمت الدعم على المستوى السياسي وعلى المستوى الإنساني ولأول مرة منذ نحو عقد زار الوزير سامح شكري تركيا وتوجه إلى ميناء مارسين بصحبة نظيره التركي مولود تشاوش أغلو لتسليم الشحنة السادسة من المساعدات الإغاثية المصرية المقدمة لأنقرة وقال وزير خارجية تركيا في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري إن مصر بلد مهم جدا بالنسبة للعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن تطور العلاقات مع القاهرة مفيد للبلدين ووعد بالعمل على نقل العلاقات مع مصر إلى مستوى أعلى مشيرا إلى أن قد يعقد اجتماع بين رئيسي تركيا ومصر خلال الفترة المقبلة من جهته قال شكري إن المساعدات التي قدمتها مصر لتركيا أقل ما يمكن لتأكيد الحرص على رفع المعاناة عن المنكوبين ومواجهة كارثة ازدلزال في استياق نقلت مراسلة العربية في القاهرة عن مصادر لم تسمها إن وزير الخارجية التركي سيزور القاهرة قريبا كما كشفت مصادر عن طاقعات حول زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردغان إلى مصر نهاية العام الجاري 2023 على أقصى تقدير وذكرت المصادر أن أردغان قد يزور مصر بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في شهر مايو المقبل حيث ستجرى الانتخابات في الرابع عشر من شهر مايو وكان متحدث الرداء الرئاسة التركية إبراهيم فالين قد تحدث عن احتمال عقد لقاء قمة تركية مصرية في الفترة القادمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردغان والمصري عبد الفتاح السيسي وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات التركية المصرية بالفترة المقبلة مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن أي زيارة ستكون أولا زيارة أردغان لمصر أم السيسي لتركيا وواصل قائلا قبل هذا الأمر يجب تجهيز الكثير من التحضيرات وتجهيز الأسس وخلال ثلاثة أو أربعة أشهر من الممكن أن نتخذ أو تتخذ خطوات محددة لعملية مهمة بالعلاقة مع مصر وبعد سنوات من التوتر بين البلدين صفح أردغان الرئيس عبد الفتاح السيسي في قطر خلال افتتاح كأس العالم 2022 فيما وصف بيان للرئاسة اللقاء بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما وكان قد زر أردغان مصر آخر مرة عندما كان رئيسا لوزراء تركيا في عام 2011 عيث التقى وقتها بالمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية المباشرة والحية عبر قناتكم مباشر 24 نشكر لحضراتكم طيب المتابع على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحق سعدت وشرفت بالتواجد معكم أنا رأيت حاكم دمتم في حفظ الله وأمنه وإلى اللقاء